اتسعت رقعة الرفض الشعبي لصيغة سانتليغو التي يبحث البرلمان قراءة تعديل ثالث لقانون مجالس المحافظات برأي وصفه سياسيون بالتهميش لحقوق مكونات ورغبة الشارع الذي يمثله مستقلون وكتل سياسية في الذهاب إلى صندق الاقتراع رقعة سانتليغو العاصفة أكلت حقوق مكونات كاركوك السياسية والأقليات فيها وهذه جملة أعلنها نواب المكون العربي والتركماني في موقف مباشر كردة فعل على حذف المادة الخامسة وثلاثين الخاصة بكاركوك والتي تتعلق بتدقيق سجلات الناخبين الرسالة المباشرة جاءت باعتراض شديد لهجة على لسان ممثلي المكونين العربي والتركماني على مادة وصفوها بالمهمة في إنصاف حقوق أهالي كاركوك إذ تعتبر المادة عاملا مهما في حماية أصوات الناخبين من داخل كاركوك وجاء الرفض والاعتراض على حذف المادة نظرا لأن حذفها يتيح الفرصة لدخول أصوات بالألاف إلى سجلات الناخبين وهم ليسوا من أهالي المحافظة وهو ما أكده نواب المكونين بما يعكس صورة فرض الإرادة السياسية برأي مكون واحد على أراء مكونات أخرى مراقبون وصفوا ما أحدثته عاصفة سانتليغو بالمباثرة لأوراق عملية ديمقراطية عادلة مؤكدين أن الصيغة ستحدث فورة غضب شعبي وسياسي تماما كما جاء على لسان مستقلين بعد إعلانهم حراكا مستمرا دون توقف لمنع تمرير تعديل القانون وفق ألية تدعم حق الكتلة السياسية الأكثر حضورا في المشهد البرلماني والتي تأتي ضمن أحزاب كبيرة تشكلت الحكومة من رحمها الرسالة العاجلة التي يكتبها سياسيون بلغة التحذير تفيد بضرورة إيقاف تلك الصيغة التي ستقف عائقا في وجه إصلاح سياسي وستثقل الحكومة برفض شعبي لن يكون في صالح تحقيقها لوعود طال انتظارها